العنف والقتل المتعمد مشهد يومي يعيشه العراقيون ويراه العالم من بعيد لكن شيء الذي لا يعرفه إلا من يعيش في العراق هو أن تكون حذرا من كل ما حولك لأنه قد يكون أداة لاغتيالك حتى الهواتف النقالة وذاكرة الكمبيوتر وشاحن الهاتف وزجاجات العطر المسمومة وأحيانا بطاقات تعبئة الرصيد كلها استغلت لتفخيخها وقتل الأبرياء في حوادث تكررت في مناطق مختلفة من العراق أبرزها بغداد والبصرة وآخرها في ديالة القوات الأمنية بين حين وآخر تقوم بكشف العديد من هذه الآلات والأجهزة وتقوم بطال مفعولها يجدوها ملقات بالشوارع والطرقات وخصوصا قرب المدارس قرب الدوائر في الشوارع العامة هذه الطرق التي استعملت لقتل المواطنين العزل لم يعرف الشارع العراقي قريبا بل بدأت منذ عدة سنوات في العراق لكنها عادت لتظهر من جديد بالعراق وشي نتوقع موبايلات مفخخة شاحنات مفخخة باشر أقبع حتى المواد الغذائية الطماطئة خيارها من ممكن يفخهم سمعنا بغاية شغلات هواية بس ما شفت يعني في شيء ملموس في فترة ما كانت لعب الأطفال هي أيضا جزء من أهداف هذه التنظيمات حيث كان يمكن أن يكون هناك وضع بعض المواد المتفجرة في لعب الأطفال حتى يتم استهدافها الجهات الأمنية قالت إنها تسيطر على مناطق مختلفة من العراق من الاعتذاءات اليومية المختلفة إلا أن الخطر غير المتوقع يكبن في أدوات القتل الصغيرة هذه وخاصة على الأطفال الذين قد تثير فضولهم هذه الهواتف والأجهزة المفخخة المرمية للعب بها حيث تكون قابعة في انتظار لمسة لتفعل فعلها الإجرامي قاسم حميد العربية